يا مساء الخير ويا أهل وسهلا بكم حلقة في يوم خاص جدا يوم ممكن تقول كده أو تقدر تقول بتستنى من السنة للسنة ملحمة كروية ينتظرها عشاق النادي الأهلي النهاردة وملحمة تكتب في اللحظات دي في الساد القاهرة من جماهير النادي الأهلي خمسين ألف مشجع أهلاوي في ظهر اللي عابتنا وفرقتنا النهاردة في مواجهة الوداد الأهلي بقيادة مارسيل كولر الذي أقنع وأمتع جماهير النادي الأهلي وأثبت جدارته الحياة في قيادة المارد الأحمر في مشوار أكتر من ناجح في بطولة إفريقيا النهاردة في مواجهة الوداد المغربي في مباراة الزهاب للنهائي ليه الأيام دي الأدرينالين بيبقى فيها عالي ليه الأيام دي بيقاليها طعم مختلف ليه في إحساس المراضي الحقيقة بثقة رغم صعوبة اللقاء ومازلنا بنأكد طبعا مواجهة الوداد في مباراة نهائية بالتأكيد حتى وإن كانت على أرضنا وفسط جمهورنا هي بالتأكيد مواجهة صعبة وليها حسابات مختلفة لكن رهاننا على حاجات كتير رهاننا على ميسر مارسيل كولر الذي يقود الأهلي أو سفينة الأهلي بنجاح جدا في هذا الموسم رهاننا على تقلق الفريق وعروض القوية وقوته وجدارته الهجومية والدفاعية بالأرقام في آخر مباراته رهاننا على خمسين ألف مقاتل بيمثلوا ملايين الأهلوية موجودين النهاردة في استاد القاهرة ورهاننا على أداء وروح لعبة نادي الأهلي الموسم ده سيبك من البطولات المحلية وسيبك كمان من مشوار الأهلي في أفريقيا إذا ما تحلى وإذا ما ظهر الأهلي بالمستوى وبالحالة البدنية والفنية اللي ظهر عليها في كاس العالم مع كامل الاحترام لكل المنافسين على الصحة الأفريقية ما فيش فريق يقدر يقف قدامنا والثلاث ساعات دول يفريقوا معنا كتير جدا هنتابع فيها معاكم لحظة بلحظة هنروح لمقر إقامة الفريق وهنروح لمرعب استاد القاهرة نتطمن ونلحضراتكم الأجواء مقبل المباراة المتبقية على بدايتها وانتلاق صفرة الحكم فيها ثلاث ساعات هنستقبل النهاردة واحد من الكبات الكوبول حقيقة الكابت الكبير عادل طائمة هو اللي هيشرفنا النهاردة في السادسة وهنكلم معاه على سيناريو المباراة وكيف يفكر كولر وفندنبروك في المواجهة المصيرية الليلة خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل ونبدأ حلقتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الشد العصبي لكن الصور واللقطات اللي حضراتكم شفتوها اللي نجوم النادي الأهلي بتقول لك ان الفريق ده واللعيبة دي متعودة العادي انها توصل لنهائي دولي الأبطال بل انها وصلت في اخر سبع نسخ لست مرات او لست مباريات نهائية في بطولة دولي الأبطال فالامور ما فيهاش اي تنشانة وما فيهاش اي شد عصبي وبالإذن ده يكون واحد من العوامل اللي هتفرق معنا كتير قوي النهاردة ممكن يكون الضغط اكتر على الوداد اللي هيلعب مع النادي الأهلي زعيم قارة افريقيا على ارضه وفي ملعبه وفي وسط جمهوره كيف ستكون المواجهة وكيف سيواجه مارسل كولر زفين فاندنبروك مدير الفني للوداد المغربي هنتعرف على تفاصيل السيناريو مع واحد من كبار نجوم النادي الأهلي الكابتن كبير عادل طايمة هو ضفنا النهاردة فيه السادسة في الحلقة الخاصة جدا بمناسبة نهاية افريقيا مساء خيري كابتن عادل واحد وإحنا قدامنا خلاص ثلاث ساعات هل تعتقد ان الثلاث ساعات دول يفرقوا في مواجهة من العارة التقيل هل مطلوب من لعبة النادي الأهلي او من الجهاز الفني النادي الأهلي انه يشتغل بشكل معاين في الثلاث ساعات دول هل ساعات دول تحدث الفرق زي ما بيقولوا لا طبعا لأنه هو من ساعة ما جاء كولر ويبقى فيه كان فيه نظام النظام ده بعد فترة عرف الثقافة بتاعت اللاعب بتاعنا والجو بتاعنا وإزاي اللاعب يقدر انه يطوروا هو ماشي على نظام وساسة معين ونظام ده ما بيغيروش فالثلاث ساعات دول هو عمل حسابه لو من الرجاء والترجي وكل الماتشات اللي احنا لعدناها بما فيهم السوبر والكاسر بناصر وكل الأمور ديات كلها كان الأداء فيه نوع من التزابزب ثم نوع من السبات آخر 12 مباراة كلهم على أعلى مستوى من التكتيك والروح القتالية والانسجام في الأداء والأداء اللي فيه كمان وفيه إلى جانب الجهد فيه نوع من أنواع إراية المنافس أين كان محلي أو أفريقي أو دولي وبالتالي الثلاث ساعات دول مش هيفرقهم معنا لأنه اللاعب إذا ما حركته فضلت عندهم من الخبرات صحيح يعني أنت وصلت كاس عالم الكسير طبعاً وصلت نهاية أفريقيا 15 مرات وتعودت على اللعبة مع كبار العالم النهاردة أنت لعبت باير ميونيخ لعبت ريال مادريد لعبت فلامينجو لعبت بالميراس لعبت الهلل لعبت سياتل ساوندز لعبت مونتريل مكسيكي يعني من كل قرارات العالم استقبلت أبطالها وفي مطشات كتيرة جداً حتى بما فيهم اللي خسرتها كنت بتقدم مورود كبيرة جداً انمت عن شايفة بتنمى عن أو بتنمى عن ثقة كبيرة جداً في التيشرت اللي اللعبة لابسها أكيد التيشرت ما فيش يعني أدنى شك أنه بيضيف لللاعب قيمة طبعاً قبل ما ييجي النهاردة والجمهور اللي حضر النهاردة أكيد برضو أضافها كبيرة هتكلم معك عن تفاصيل مواجهة كابتن عادل تسمحنا نروح لمقر إقامة الفريق ونروح كمان ننقل لحضراتكم من الأجواء في أستاذ القاهرة زميلنا محمد توفيق موجود في مقر إقامة الفريق مقر في الفندق والزميل فاروق صلاح موجود في أمام أستاذ القاهرة خلينا نتطمن على الأجواء خلينا أبدأ مع محمد توفيق أتطمن على المعسكر تعنادي الأهلي والساعات والترتيبات اللي جاية فيما تبقى من وقت للمعسكر ثلاث ساعات المقبلة هيكون إيه المرنامج الأهلي فيه محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيز أحمد تحياتي ليك والكابتن عز الطائمة نجمى مصر ونادي الأهلي وتحياتي كمان للزميل عزيز فاروق صلاح محمد أنت تحديدا يمكن أنت شخصيا بقى عندك كبرة في قصة نهاء دوري الأبطال يعني يوم مش جديد عليك ومش جديد علينا في قناة النادي الأهلي لكن يهمنا نعرف إيه الجديد لأنه النهاردة الأهلي تحت قيادة فنية جديدة مستر مارسل كولر في أول نهاء دوري أبطال بالنسبة له إزاي يتعامل مع اليوم النهاردة وإيه البرنامج بتاع الفريق في الساعات اللي جاية يعني أحمد زي ما أنت قلت ممكن دار النهاية الرابع على التوالي ممكن كمان زي ما أنت قلت في مقدمتك ست نهايات من سبع سنوات فالحمد لله النادي الأهلي طبعا كبير أفريقيا وسيد القرى ممكن أنت بتتكلم في فريق عنده عشر ألقاب وبيسعى اللقب الحدواشر كمان فإن شاء الله وإن شاء الله النهاردة ننعمل نتيجة إيجابية في الشروط الأول ويتبقى الشروط الثاني إن شاء الله في الدار البيضاء بإذن الله الأحد المقبل كذلك بتتكلم بقى أنت وكابتا عدل طائمة عن أن فاضل ثلاث ساعتين كنا حالا دلوقتي وأنا بكلمك أنا واقف أمام غرفة المحاضرات الغرفة المخصصة لإجراء المحاضرة الفنية الأخيرة اللي هيتم فيها وضع آخر الرطوش على خطة المباراة إن شاء الله اللي بإذن الله يكون مستر مرسل كولر موفق في كل حاجة هيقولها اللعبين وكمان اللعبين تكون موفق على أرضية الملعب في التنفيذ ويكون إن شاء الله جمهور نديل أهلي كعط وعهدنا بدايما حاضر ومساند للفريق واللعب رقم واحد بإذن الله يا رب العالمين يمكن طبعا زي ما أنت بتقول احنا خلاص تعودنا على يوم النهاية بمشي زي يمكن طبعا بالأمس كان التدريب الأخير على الصادق قاهرة بعد خلوط تام للراحة في فندق الإقامة يمكن طبعا كان فيه اكتماعات ما بين اللعبين التحفيزية وكمان الجهاز الفني عن أهمية هذه المباراة يمكن اليوم كمان النهاردة بدء بدري ساعة عشر ونص كان الفطار اللعبين كلهم اتجمعوا وبعد واجبة الافطار طبعا قاعدوا يتكلموا مع بعض ويتعاهدوا على الفوز وإسعاد كل جمهين النادي الأهلي سواء لا تكون موجودة في الصادق قاهرة أو كمان أمام الشاشات وكل ما كان في العالم النهاردة ومن بعدها على طول كان فترة الاكتيفاشن الساعة 12 ظهرا واجبة الغداء والواجبة الرئاسية في اليوم النهاردة كانت الساعة الخامسة وزي ما قلت لك حالا وانا معاك دلوقتي يمكن دي غرفة المحاضرات على شمالنا يعني اللعبين كلها دقائق قليلة هيكونوا موجودين في غرفة المحاضرات المحاضرة بإذن الله هتبتدي فيه تمام السادسة مساء وبعد انتهاء المحاضرة على طول هنتجه لإستاذ القاهرة اللي بيبعد تقريبا تلت ساعة فقط عن فضو الأقامة هنا إن شاء الله نكون بنتحرك ومعنا توفيق ربنا ثم دعوات كل جمالين النادي الأهلي بأداءة مباراة كبيرة يا أحمد وزي ما قلت حظ بإذن الله البطولة 11 الشرط الأول النهاردة نعمل في نتيجة إيجابية تساعدنا إن شاء الله في الشرط التاني وزي ما انتكلمت عن مستمرس الكولر بالتحديد اتكلم طبعا لو الناس بتتكلم عن ظروف المباراة اللي فاتت أو النهاء اللي فات فالظروف مختلفة والموديل الفني كمان مختلف وإن شاء الله تبقى البطولة الأولى اللي مع النادي الأهلي والحضاشر بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي حالة من الإصرار حالة من التركيز تام جدا هنا داخل فندق لقامة أحمد كل اللعبين تعهدوا على هدف واحد بس هو بإذن يا رب العالمين ساعدكم لجمالي النادي الأهلي حظ اللقب الحداشر وإن شاء الله بقاء النادي الأهلي على جميع ما بقول يعني قمة قارة أفريقيا ويبقى دايما هو سيدها الأول ويبقى دايما النادي الأهلي المقدمة ويبقى دايما رقم واحد كما بيك أحمد التفضل بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق دي كانت أخبار بعث النادي الأهلي من داخل مقر إخامته خليني نروح أستاذ القاهرة وإن لحضراتكم صورة أنا عارف طبعا أنه يمكن قبل لحظات من بداية الحلقة النهاردة طمنت من أصدقاء موجودين في ملعب أستاذ إنه تقريبا درجات الدرجة الثالثة بأكبالها تقريبا خلاص بقت كامل العدد خلينا نروح لفاروق من أمام أستاذ القاهرة نعرف منه آخر الأخبار توافد جمهور النادي الأهلي وخلينا نتكلم شوية فيما يتعلق بالقواعد المنظمة كابتال عدل نتعرف طبعا نهاردة حضور جماهير كبير خمسين ألف متفرج هيتابعوا المباراة من الملعب فخلينا لأنه أعتقد الجمهور عليه مسؤولية كبيرة مش بس في التشجيع النهاردة في الصورة اللي هيظهر عليها اللقاء يا فاروق مساء الخير طبعا في البداية برحب بك زميل العزيز أحمد سمير وبرحب بكابتن الكبير القيمة والقامة الكبيرة الكابتن عادل طعيمة وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة قناة نادلالي في كل مكان خليني بالفعل زميل أحمد أكد على كلامك بالفعل جمهور نادلالي عليه مسؤولية كبيرة النهاردة وجمهور نادلالي يعني هذه المسؤولية ودور المهمة جدا على مدهور التسعين دي النهاردة خلينا أقول لك أنه طبعا تم فتح أبواب الأستاذ القيرة منذ الساعة الثانية زهرا أقبال كسيف جدا من جماهير نادلالي زميل أحمد أن الساعة اللي تم السمح بيها من خلال أو من خلال جهات الأمنية طبعا بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المصرية حضور خمسين ألف متفرج الساعة الثانية ظهرا تم فتح أبواب الجماهير لكن برضو خلينا وضح أن الأمور اللي تم التنسيقية والتخصيص اللي تم تم تخصيص زميل أحمد البواب التمسجد أهل ورشدان لدخول جمهور الدرجة الأولى والمأصورة تم تخصيص بوابة طريق للنصر لدخول جماهير للدرجة الثالثة يمين وتم تخصيص بوابة المطلة على شارع صلاح سالم لدخول جماهير للدرجة الثانية والثالثة شمال طبعا زميل أحمد أنت عارف هناك قواعد ومحظورات بالنسبة للجماهير يعني قبل ما تيجي الاستاذ القائرة في مجموعة من المحظورات يحذر طبعا دخول أي فرد من الجماهير دون الحضور طبعا بتسكرة المباراة والفان اي دي طبعا ودي من الأمور المهمة جدا التنسيق أن لازم الدخول بين خلال التسكرة والفان اي دي أيضا هناك مجموعة من المحظورات بيحذر طبعا الدخول بالشماريخ وأقلام الليزر المعلبات والأسلاك القهربية والباوربانك الجماهير المصرية بقت تعي هذه الأمور خلاص يعني الفرد اللي جاي داخل الأستاذ اللي ما بياخدش أكتر من خمس سدقاي إجراءات التفتيش بيتم بصورة مهمة جدا التنسيب يتم بصورة مهمة جدا عايز أقول لك التواجد الأمني هنا زميل أحمد منذ الساعات الأولى لليوم بعض الجماهير قال لي ده أسهل لقاء أنا حضرته ودخلت إجراءات الدخول ما خدتش وقت كتير جدا مجموعة كبيرة جدا جاي من الجماهير من أقصى صعيد مصر الناس جاي من الأقصر من أسوان من صهاج من المينيا من بني سوف من أسيوت الجميع النهاردة بيساند بيؤازر للنادل أسر مصرية جاية من الإسكندرية من القفر الشيخ من ضمنهور من البحيرة كل مكان من الشرقية من المنصور أنا مش عايزة أستسنى أحد لكن النهاردة الجماهير بتاعي هذا الأمر الجماهير مدركة أهمية هذه المباراة عارفين أن المباراة مقصمة لشوطين شوط أول وشوط تاني للنادل آلي زميلي أحمد أيضا يعني لو وقتك يسمح نقدر أن نقرب الدنيا أكتر ونتكلم عن التفاصيل الخاصة بمعسكر فريق الوداد والتشكيل الأقرب طبعا أنا موجود معك زميلي أحمد لو الوقت يسمح يلا سريعا يا فروت فضل يعني خلينا أقولك أن فريق الوداد زميلي أحمد كان وصل للقايرة يوم الخميس في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس خد تدريبين التدريب الأول كان يوم الخميس على ملاعب نادي الطيران والتمرين الثاني كان على الملعب الفرعي لاستهد الدفاع الجوي وبالأمس كان التدريب الأخير على استهد القاهرة الدولي طبعا بيغيب عن فريق الوداد في هذه المباراة ثلاث عناصر هو اللعب حسين بن عيادة اللعب الجزائري الزهير الأيمن ورضا التكناوتي حارس المرمى بالإضافة إلى عبدالله حيمود اللي كان أجرى جراحة الزائدة الدودية بالأمس في أحد المستشفيات القريبة من مقر إقامة فريق الوداد طبعا المدير الفني البلجيكي استقر بنسبة 99% على التشكيل اللي ياخد به هذه المباراة وهو المكون من يوسف المطيع في حرصة المرمى قدامه اتنين مسكين أرسن زولة وأمين أبو الفتح علي منهم أيوب العملود وعلى شمالهم يحيى عطية الله في منتصف الملعب استقرار على السلاسي يحيى جبران رضا الجعدي جلال الدودي قدامه المسلس وجومي مكون من زهير المترجي محمد أونج وبولي سامبو وده هداف الفريق وهداف البطولة بسبع أهداف كل التوفيق لفريق اللي النادي لالي أنا موجودة معك زميلي أحمد بشكرا جزيلا زمينا العزيز فاروق صلاح من داخل أو من أمام السادة القاهرة وخليني يمكن أبدأ معك من قصة التشكيل بتاع الوداد احنا منتكلم طبعا على مواجهات كلاسيكية بقت واحد من كلاسيكات أفريقيا كابتن عادل الأهلي الوداد تقابلوا قبل كده في 11 لقاء كلهم طبعا في دوري الأبطال نسبة الغلبة تعتبر للأهلي 4-4 فوص في مقابل 3 فوص للوداد وأربع مباريات تعادل للأهلي قدر يحقق الفوز على الوداد في ملعبه مرتين منهم تاريخ المواجهات ليه أو بيدخل في حسابات النهاردة كابتن عادل لا بس في مقابلة منهم ما كانتش فيها ممتفقين طبعا طبعا ناس كلها عارف القصة طبعا كان مع نهاية دوري الأبطال في النسخة الأخيرة طبعا النسخة الأخيرة ده ما كانش فيها أي نوع من النوع العدل يعني كل المواجهات القبل كده أو العشرة القبل كده كان في مباراة مباراة في القاهرة ومباراة في الدار البيض بس إثناء طبعا نهاية دوري الأبطال اللي احنا عارفين طبعا ملابسات واللي حرم الأهلي منه من فرصة الفرصة كل البطولات أن الناد الآلي خسرها في الفاينال كانت فعل فاعل إما بحكم وده طبعا ما هواش نوع من التبرير ولكن كل الناس شاهدت اللي حصل وفي ناس اتشطبت من التحكيم نتيجة تفاكر الماتش بتاع جنوب أفريقيا كانت بطولة محصوبة لنا إنما النهاردة أنت في منحنة بص حلوة جمهور الأهلي يا كابتن عدل نحن النهاردة كاميرا القناة اللي موجودة عند استاد القاهرة لقتت كذا شاط كده يعني حد يعني مصاب وإيده ومعارش متجبسة حد على عكزين والناس دي رغم كل الصعوبات والمشاق اللي ممكن تعجيها في رحلة للاستاد القاهرة رغم الفرور الحقيقي بمشيد جدا بتنظيم المباراة وبسهولته الدخول لكن في حالة في حالة انتماء كبيرة جدا من جماهير نادي الأهلي المؤذرة ناديها في مطش النهاردة المنظرين دول سمير بيخلي دول ثلاث أجيال يا كابتن عدل الجد والأب والحفيد المواقف ديت والصور ديت بتخلي الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجهاز الطبي يعني يبذلوا الغالي والرخيص علشان يسعدوا الناس ديت علشان الناس ديت استاهل فعلا طبعا انك انت تتعابلهم ويبقى فيه مشقة انك انت تعمل كل ما في وصعك انك انت تبذل كل الجهد علشان تسعد الناس دي دايما بحاولة تخيل اللحظة احساس اللعيب لما أول ما بينزل يعني خلاص خلصت المحاضرة وخلصت كل حاجة ونزلين خلاص عشان نبدأ المباراة فيستقبلني خمسين الف متفرج موجودين في الملعب حاضرين في الملعب ومن وراهم فيه ملايين قاعدة مستنيني وبتتبعني وبتتفرج علي اكيد حاجة احساس اكيد كبير جدا او غريب جدا تسعين في المية من الجمهور النهاردة معظم الشباب وانا سكن تقريبا قريب من الاستاذ مكرم عبيد فانا جاي في الطريق ليك يعني شايف الحركة كلها شايف من اول طريق النصر الحاد بعد الاستاذ حاجة المناظر بقى الدولاد والبنات والشيوخ وما معدين الشارع حاجة يعني عيد تفرح طبعا الناد الاهلي ده اتمنى يكون عيد للكرة المصرية والاهلي يفرح مصر كلها النهاردة هو مفرح على طول صحيح صحيح نرجع مرة تانية لمواجهة اللقاء لقاء شمال افريقيا او نهائي بشمال افريقيا يعني بطل مصر في مواجهة بطل المغرب وطاقب التحكيم الاتحاد الافريقي يراهن عليه بشمال افريقيا ايدا المباراة هتكون بقيادة معتزش شلماني الحكم الليبي وهيساعده ايضا الليبي حسن عطية ومعاهم مساعد تونسي هو خليل حساني حكام الفار التونسي هيسن قيراط ومساعد حكام الفار الجزائري مصطفى غربار شايف المواجهة وهو يمكن واحدة من الاسباب اللي اعلانها طبعا مش كل اسباب لكن واحد من الاسباب الرئيسية نجح معتزش شلماني في ادارة اللقاءات المصرية المغربية الموسم ده وقدار للأهلي والرجاء مباراة في دوري الأبطال وقدار لبيرامدز مباراتين مرة مع الفتح الرباطي ومرة مع الجيش الملكي في بطولة الكونفيدرالية وكان الاتحاد الافريقي شاف انه نجح بشكل كبير في ادارة اللقاءات المصرية المغربية فاسند لي مباراة الزهاب وحكم جايد جدا وحتى والدك وحكم طيب فاربين يوفقوا النهار فاني عنده بس ضرب الجزاء في مطش الرجاء في المغرب اه اه حصل ضرب الجزاء عنده ولا الفار ما حسبهاش كانت لكهرباء لا تعادت فار ولا الفار وقف معيها ولا هو بصلها اساسا فدي طبعا ممكن جدا بس ما يكونش متعمدة اه يعني لا دايما دايما فيه حسن الظن يعني فيه اخطاء بتباني لكن هو عدار المباراة بشكل جيد جدا المباراة الاهلي والرجاء في المغرب عدارها بشكل جيد بس حسب عنها درب الجزاء برضو ما كانتش ابتها ديانج اه يمكن يعني سطرب بناه علشان هي فيها الظلم عدالة السماء عدالة السماء تدخلت فلا التحكيم ان شاء الله يعني مش هنرمي حملنا عليه ولا حاجة لكن هنقول ان احنا ان شاء الله رجالتنا جاهزين للمباراة الاولانية والمباراة التانية وللدوري والسوبر والانهائي والكاس العالم للاندية ان شاء الله على طول الادارة مع اللعيم مع جهاز الفني جاهزين بإذن الله على مستوى المواجهة الفنية عندنا مدير فني متمرس في البطولات الافريقية قاد اكتر من فريق افريقي وقاد اكتر من فريق مغربي لو داد مش اقول فريق مغربي دربه قاد قبل كده سين باك تنزاني وواجه النادي الاهلي وخلال مقابلتي معايا هنا كنت قابلته يعني فيديو كونفرنس اتكلم عن النادي الاهلي وعارف كل التفاصيل عن النادي الاهلي في مواجهة مارسيل كولر اللي سنة أولى أفريقيا هل تعتقد انه ده برضو يخش فيه موازين القوة بالنسبة للفرقتين في المواجهة؟ طبعا لما يكون عنده خبرات أفريقية دي طبعا بتفرق زي مسيماني كده لما كان جانا بس بتفرق في حالة انك انت لما تخش على النادي الاهلي وانت عارف الفريق بتاعك فانت مش محتاج وقت عشان تتعرف على حمدي والشناوي وهاني والكهرابة وحسين الشاقين انت عارفهم لانك انت لعطوا تدوم اكتر من مرة الى جانب الفرق اللي انت هتلعبها يبقى عندك خلفية عنها طبعا وبالتالي دي طبعا بتفرق لكن في كرة القدم مفيش بقى الكلام دا دلوقتي لانك انت كل الفرق بالنسبة لك كتاب مفتوح انت عارف سيم من اللاعبين امكانياته الدفاعية والهجومية ايه طب الفريق اخر 7-8 ماتشات بيقدي ازاي فهو ما اعتقدش انه قابل لنادي الاهلي قبل كده انا مش عارف المعلومة دي هو قابل لأهلي لما كان مدير فني لسيم بالتنزيل وإحنا عظون كسبنا الماتش ده كسبنا الماتش ده اعتقد ها وبعد كده طبعا كان تولى في المسئولية جوة المغرب تولى مسئولية الجيش الملكي درب الجيش الملكي وبعد كده راح الصعودية درب ابها ومن ابها رجع مرة تانية على المغرب من شهر تقريبا تولى مسئولية الوداة ها يعني يعني انا بشوف انه هافز لا هافز كان بيكلم معايا عارف معلول وعارف الشنوى وعارف ديانج وعارف هيني يعني بالاسم بيكلم بس هو مش عارف كولر ودي مواجهة دي في حد ذاتها أكيد طبعاً ناردة كل واحد بيفكر في اللقاء بشكل مختلف هو بيفكر يطلع بأقل الخسائر الممكنة في حين أنه العكس التماماً عند كولر بيفكر يحقق أكبر مكسب ممكن يرياحه في مباراة العودة شوف يا أحمد أفقاً يعني نقول للمشاهدين اللي بتفرجوا علينا ماتش الكورة بيبقى عامل زي الشطرنج مدير فني قاعد ومدير فني قاعد أنت بتقدم الملك أو بتقدم الطبيع أو بتقدم العسكري أو بتقدم الوزير فالمباراة بتبقى سجال قبل المباراة بأسبوع ثم أثناء المباراة وقبل المباراة أنت بتجهز إزاي بدني ونفسي ومعنوي وكل الأمور ديات أنت بتبقى شغال عليه مجرد الحكة ما بيصفر بتبديد الشغل يبان أنت هتقابلني إزاي هل النهاردة الوداد هيعمل الشغل على المرتدة ويبقى مأمن دفاعاته هيبان من أول ربع ساعة هلا يضغط من تحت ولا لأ كل الأمور دي أول عشر دقيق كلر يبقى قاعد مصح صح والجهاز اللي معاه يقول لأ والله فيه إحنا كنا متوقعين لأنه برضو كلر هيبعمل إيه حاطب في زهنه السيناريو الأمثل اللي يبدأ بيه كلر مباراة النهاردة أو ربع ساعة المباراة مش هيغير الراجل بيلعب أحلى كورة أنا شفتها بقالي فترة كبيرة جدا لأنه بيلعب بانسجام بين الخطوط بيعمل عملية سرعة ارتداد رهيبة ودي طبعا كانت في بعض الماتشات معه موسيماني كان بتتعمل لأ كان بتتعمل في البداية لما وصلنا لمرحلة الجهاد ما كانتش بتتعمل بنفس الجوة لكن موسيماني أول ما جه كان العملية كان بيضغط وبعدين بيعمل عملية استحواز ثم عملية على طول الارتداد سريع جدا آخر 12 ماتش بتبص تلاقي أول واحد بيدافع يا شريف يا كهرباء بتبص تلاقيه وبعدين الفريق اللي قدامك هيبتدي ينقل من تحت بتروح عامل عليه مرة واحدة ضغط وبعدين الضغط ما نجحش بيعمل ايه يروح على طول راجع تاني بحيث انك انت الكرة ما تعدكش كمهاجم لأن اول خط دفاع لك خط هجومك خط هجومك وبالتالي هو الحتة دي بيعملها بيعملها كويس الحاجة التانية واللي مهمة جدا واللي عجبة جدا للجمهور وعجبان احنا كناس بدنشتغل في المياه ندية عملية الاستحواز بقى فيها صبر يعني وانا بستلم الكورة وبنقل الكورة كان احيانا بتيجي الواحد يروح متصرع وعملها يعني عارف زي واحد بيعزف حاجة وبعدين واحد بيشز لأ لأن فترة دلوقتي محدش بيعمل النشاز ده على طول انا شايف ان الكورة في الجنب ده هيبقى فيها نوع من المجازفة لأ ارجع وابدأ تاني عملية الاستحواز احنا شفنا وصلت لأربع دقائق وشوية في احد الماتش القابل اللي فات ماتش الترجي اعتقد وصلنا عدد حاجة 94 باص في توئيت واحد يعني يعني دي امتى دي حصلت في الكورة في العالم كله مع فريق بيلعب فريق قوي فريق منافس فريق ليه تاريخه وبالتالي عملية الاستحواز مش استحواز سلبي لا استحواز ايجالي علشان ان انا استطيع ان انا اشوف الخانة او الجبهة اللي انا ممكن اخترق منها التزديد الاختراق من العمق الدبل باص الاجنحة الشغل اللي هو بيشتغل دلوقتي ان الاطراف بتوعنا لما بيزيده سواء هاني ولا عالي معلول بيبقى فيه حتة نوع برفع دماغي شوية بس بحيث ان انا ملعبهاش اي حاجة يبقى انا بلعبها بلعبها فعلا طلع الواحد موجهة مش لازم جوء سكس يارت ممكن جده تطلع على التمنتاشر صحيح بتطلع بره على الواحد مش لازم تبقى عالية اي ده بالعكس لما اوصل للتمنتاشر وخش ده انا لو بلعبها على الارض بتشوف احنا دايما بكات غير لما تبقى عالية بتبقى بالنسبة لزميلي بتبقى اسهل واحسن ودي اللي احنا ان شاء الله هو بيشتغل عليها العملية التزديد كانت خاضحة جدا فيه مع كولر فيه خلال الاثناشر ماتش اللي فات وشوفنا قد ايه الجوال اللي احنا جبناها من خلال التزديد من خلال الاختراقات من العمق من الاختراقات انت بتجيب اهداف واهداف جميلة جدا ومؤثرة شوفنا جول كهرباء في ماتش الهلال طبعا التوقيفة وحاطيتها ببطن الجزمة واحد من احلى الاجوال حقيقة اللي اداخت في طولة افريقيا السنة دي اه وهكذا هتبص تلاقي الراجل بيشوف اول عشر دا الودات بها يلعب ازاي ويبتدي يشغل السيناريوهات اللي هو دلوقتي في المحاضرة بيقولها للعيد بقول يعني كل الناس اللي بتكلم معاه في الماتش النهاردة كل متفق على انه الاهلي لو استغل اول عشر او خمس واشر دقيقة في المباراة بافضل شكل ممكن سيناريو المباراة ممكن يبقى سهل لو الاهل يسجل هل دا ممكن او هل دا سيناريو ورد الحدوث وهل ممكن مستر كولر يدي تعليمات من بداية المباراة انه ما يبقاش فيه فكرة جس النبض او محاولة قرية المنافس محضر للمباراة ايه وان انا اضغط بكل خطوطي في يعني في الرغبة ان انا احرز هدف يريح سيناريو المباراة حتة جس النبض والحاجات دي بتبقى عملية قديمة شوية لان انا كرجل خبرة كرجل مدير فني للنادر الاهلي عندي من الخبرات الدولية ورجل كان مدرب النمسا الدولي طبعا فوصل معهم لل رانكينج نمر عشر على العالم يعني خد النمسا في حتة ما راحتش قبل كده فيها فعملية جس النبض هو من البداية عارف الراجل ده وطبعا هو ما يفرقش على المتشاة كورة بتاعت الوداد لا ده بيشوف شخصية الراجل ده ايه يعني المدير الفني بتاع الوداد هو كولر بيدرسه هل هو من النوع المجازف هل هو من النوع اللي عنده حتة المقامرة وانه هو يدفع ويبقى يعني فيه نوع من المجازفة ولا من النوع الحريص ولا من النوع اللي هو تفكيره سريع ولا بياخد قرار بسرعة وينضم عليه ولا في التشكيل بيبقى عامل ايه تغييراته كل الأمور دي بيبقى هو درسها والجهاز اللي معاه بيساعده في دي طبعا تخلي محليين ألي تساعده جدا تساعده جدا جدا في عملية بداية المباراة حتة ان انا اول ربع ساعة اجيب جول الماتش 90 دقيقة مع الوقت الضائع فانا ممكن اخر 5 دقايق اجيب جولين 3 يعني فيه احيانا فيه بعض الماتشات انا بعمل عملية السحواز التيم اللي قدامي بيبضل يجري ورا الكورة وبيضغط ورا الكورة وانا ما بتعبش انا الكورة هي اللي بتجري بحطة من معنوياته وبعدين انا بمقدارس التيم اللي قدامي اللي يقل بدانية بتاعته شكلها ايه هل بعد شهر تاني بعد 10 دقايق هيحصل نوع من الهبوط انت تابعت مشوار الوداد في البطولة افريقية طبعا كل النتائج هي موجودة معايا شايف لعملنا مقارنة بدانية بين الاهلي والوداد مقارنة فنية بين مستوى اللعب ومستوى الكورة ومستوى النتائج والارقام تسجيل لي وعليه شايف كافة 2 اعلى بالارقام بالارقام طبعا النادي الاهلي كلها نتائج والله الحمد ثلاثة اربعة يعني كلها يعني يعني غير الوداد الوداد واحد سفر واحد سفر واحد سفر اثنين الوداد سجل في البطولة عشر اهدف في البطولة كلها الاهلي مسجل عشرين هدف انا بقول لحضرتك هو بس دفعين الوداد مميز شوية لو استسننا الموجتين بتوع سانداونز هنا وهناك الاهلي يبقى اقوى فريق في البطولة يعني سانداونز كلنا اتفرجنا على الماتش سانداونز كان بيلعب بمنتهى الكبر وكان عنده نوع من انواع السقة الزايدة لدرجة انه يعني ده طبعا الاوتوبيس اللي هيخل فريقة النادي الاهلي اللي ملعب الاستاذ خلاص بيتجهز عشان الفريق ممكن يبقى على وشك التحرك من مقر اقامته طبعا لاستاذ القائرة زي ما قالنا فاروق طريقا يعني ما سافع تستغرق حقيقة انت ساعة اتمنى لهم الوصول بالسلامة ان شاء الله بفضل كابتن عاد عملية طبعا عملية الاهداف انت متفوق دفاعية نكون مكلم على دفاعية انه الوداد في ماتش ساند هونز لو شفت الماتش احنا هبصت تلاقي انه بيلعبوا بثقة غير طبعية لدرجة المغرب في هجمات مرتدة كان بيروحوا اتنين على اتنين ده ثقة يعني هما كانوا خلاص بعد نتيجة الدار البيضة كانوا حاسين انه هما وسطوا النهاية كابتن عاد طبعا لين ان الشهوط الاولاني مطرود منه واحد وانا الشهوط التاني بيطرد منه واحد تاني فهم قالوا الماتش ده الهرور الذي قتل صاحبه لذلك المدرب كان بيشد شعر من خلاص لان في ضيعه اهداف الشهوط الاولاني مش قال من اربح اخمس اهداف وده متى وعرغم ان تيم الوداد كان بيدافع بكسافة غير طبعية يعني بيلعب يمكن خمسة اربعة واحد الراجل الافريقي بس حتى بيسقط في وسط الملعب راس الحربة بتاعه سامبو سامبو الطرق الدفاعية ديت الكسافة العرضية دي زيادة ممكن جدا يحصل فيها سلبيات اكتر من ايجابياتها لانك انت بتبقى دايما لو انت مأمن الجانب الدفاعي بتاعك كويس وبتعمل عمليات الاخترقات بتاعتك اعتقد انك انت هتبقى تستغل قوي الصغرات اللي ما بين كل واحد بيعتمن على التاني طبعا دي لقطات من كواليس الفريق النهاردة في مراكز محسومة كابتر عادل النهاردة تقريبا الفرة كلها محسومة عادة حرص النرمة يعني انا مش عارف هيبدأ بمين بعلي الوطفة ولا مصطفى يمكن يكون شوبير الاقرب للبداية يعني ممكن يكون شوبير لكن طبعا اللي عنده معلومة مدى جهزية الاتنين للقاء مستر مرسل كولار ومن بعده ميشيل ينكن او ميشيل ينكن ومن بعده مرسل كولار يبدأ ممين لكن الاتنين جاهزين ان شاء الله مشايف ماتش مين لو الاتنين في حالة بدانية تسمح له بالمشاركة انا قول علي لطفي طبعا علي لطفي طبعا علي لطفي اقوى في الالتحامات مصطفى جول هايل محتاج خبرات افريقية محتاج صبر شوية علشان يعني ماتش بالحجم ده وبعدين هم بيتميزوا بالكورات السابتة ما عندهمش غيرها اي كورات السابتة وكورات العرضية وكلها حاجات فيها التحامات كورات عالية لكن اي ان كان اللي هيلعب لو مصطفى لعب كلنا هندعي له بالتوفيق وربنا معاه ولو علي برضو احنا اي حد منهم هيلعب احنا بنسنده وقفين معاه انا بقول من وجهة نظري انه علي بيبقى يعني فيه اقوى شوية في الالتحامات عنده خبرات يمكن اكتر اكتر شوية فانما لو مصطفى لعب كلنا في وعيسة لزروف برضو خدمت مصطفى انه رجله في الملعب يعني فكرة انه انه كان بيحرص مرمى النادي الاهلي في المتشاطة الاخيرة اعتقد برضو ديته ثقة ادت جمهيل الاهلي ثقة في قدرات مصطفى شبير فحتى لو هو اللي موجود النهاردة اعتقد الناس هتبقى متطمنة ان شاء الله بإذن الله يكون قد المسؤولية الكبيرة ان شاء الله ان شاء الله اتمنى وندعيله بالتوفيق قلبية الدفاع نعم قلبية الدفاع الافضل في مواجهة النهاردة ياسر ومنعم اعتقد انه هاني وياسر ومنعم والسلاسي اللي كنت دايما بنادي به بقالي 3-4 سنين ديانج وحمدي ومروان طبع مروان كان لسه مجاش كان بيبقى عمر السلاي مروان وبعدين بير سيتاو وحسين الشحات وكهرنا نقطة ضعف او نقاط ضعف الوداد من وجهة نظرك خط الظهر قلبية الدفاع في وسط الملعب عندهم نص ملعب مميز برضو كابتان عاتي مميز وبالذات يحيى جبران حقيقة يعني انا بشوف ده لو تمسك ده لو تمسك خلاص بعكسك انت بعكسك انت تقدرش تمسك التلاتة كلهم الحمدي وديانج كل واحد بفضل الله عنده من المزات انه يبقى بيقطع بيسلم بيشوت بيكمل بيكمل بيلعب دماغه قوى في الالتحامات بيقطع كويس بيسلم كويس ممكن يبقى صنع لعب بنشوف مروان بيعمل تمريرات منها الجول الجول الأخراني في ماتش تحسين الشحات الماتش بتاع سيراميكا كليو باتر هو اللي نعب يقوله ليه ميكر حمدي فاتح في ماتش الزمالك ثلاث جوال وكل الماتشات طلع بدماغه في الكورنر والحاجات دي ديانج شوفنا في بيراميز وفي الزمالك بيجورين في الزمالك بيكمل في المغرب ما عندوش التلاتة انت النهاردة بفضل الله بإذن الله تعالى السلاسي بتاعك في وسط الملعب بإذن الله يكونوا فيقين بإذن الله هيكون السيطرة متى ما سيطرت على وسط الملعب بقى عندك مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للوداد لأن التحركات حسين مع الكهرباء مع التكملة من وراء مع بير ستاو والتحضير من تحت والاختراقات من العمق كل الأمور دي اعتقد هتبقى نقطة قوة بإذن الله تعالى بتوفير ربنا انك انت مركز او في المباراة وعارف انك انت كل ماتشاتك حتى الماتشات المحلية بتلعبها بنفس النظام سرعة الارتداد بسرعة عملية الانسجام عملية التحضير عملية الاستحواز عملية الضغط بشراسة احيانا احيانا كان يبقى الضغط بتاعنا مفقوش الشراسة روتيني لا روتيني وفيها ايه جنتلمان اريحية كده اه يعني بقى اضغط كده لا لا دلوقتي فيه اضغط ويعني فيه شمان يعني انك انت تترس معاه انك انت برضه الكتف قانوني فالامور دي كلها في الماتشاط اللي فاتت بقت واضحة عجباني اول وكمان الحقيقة ممكن من اكتر الحاجات اللي حسننا فيها تطور مع ميستر كولر هو عدم اللا مركزية في الملعب يعني بقينا نشوف اللعيبة في اوقات كتيرة جدا بتتحرك في الملعب اريحية بنشوف الوينجين بيدموا القلب الملعب البكين مكملين وساعات بالعكس ساعات معلول وهاني هما اللي خشوا القلب الملعب ويغطي من وراهم ديانجا او مرواني او شمال او حمدي فتحي فبقى فكرة اللا مركز حمدي بيسيب واجباته في نص الملعب وبيطلع كشادو سترايكر الحتة دي بتهايلي برضه واحدة من اهم العامل اللي اتطورت في ناديل اهلي مع ميستر ربو عليك انت بدو دوست لايحسين الشحات مش ملتزم بالخط ملتزم بالخط اللي ما يبقى مع علي بيصند معاه وبعدين لبكرة عكسية بيبقى فين بيبقى راس حربة مع كهرباء صحية وبعدين احيانا بيروح داخل في العمق في وسط الملعب او في التلت يفضي للجاية يفضي العلي معلول بحشان تتعمله او تفضي الحمدي او اللي ديانج يجري فيها وتتعمله او الصلاية كان بتتعمله برضو في الماتشات اللي فاتت لو تفتكر الصلاية الماتش اللي فات ده على طول كان بتتعمله الصلاية في الحتة دي وراح بيها على الجول مرتين ثلاثة صح فهو يعني او برضو بيرسيته الى جانب اللي هو على الخط يروح ضمم لجوه واحيانا بيبقى بخش بقى صنع لعب وساعد بيسأل تحت لسه أقول له حقيقة في كرة عمال الكهرباء من على خط النص راح بيها كهرباء جول انفراد اوات كمان بينزل وهو الشحات بيعمل نفسه ده في اوات كتير وبرسيته وعمل جول لحسين الشحات احد الماتشات برضو تضم الجوه وراح اعمل هالو جاب منها جول فدي العملية زي ما قلت زي ما حداكت قلت ان عملية التبادل للمراكز وعدم السبات بتخلي فيه خلل في خط الظهر ما بقاش عارف هل ممكن اي من المديرين الفنيين يكون مجهز مفاجأة غير متوقعة يعني كل النهاردة للصحف والخبرة والتحريات اللي اتكلمت على مباراة اتكلمت على انه الفرقتين كتاب مفتوح كل واحد منهم للتاني الوداد للاهلي كتاب مفتوح والاهلي الوداد كتاب مفتوح هل تتوقع او هل فيه مساحة من وجهة نظرك انه فيه مدير فني يكون مجهز مفاجأة غير متوقعة على المدير الفني التاني اكيد كل واحد مركز على نقاط الضعف اللي موجودة في الفرقة التانية بالنسبة للوداد اعتقد هو هيبقى عامل حسابه كويس ان في قصة الملعب هو ما عندوش السلاسي اللي ممكن يضاهي السلاسي بتاع النادر الاهلي بإذن الله تعالى ان شاء الله الاطراف انت افضل بجميع النواحي سواء هاني او علي معلول قلباي الدفاع انت افضل واسرع واقوى بإذن الله تعالى وبتوفيق ربنا جاي بنسبة الكولر هو طبعا عارف ان عملية السيطرة في وسط الملعب وعارف انه السردباكين فيهم بطء وعاديين في الكرات السابتة ما تبقوش عندهم نوع من انواع تمركز الجاية وبالتالي في الكرات السابتة وفي الفولات القريبة هتبقى مؤثرة جدا بالنسبة بالنسبة لهم هم نقطة القوة وعندهم في الكرات السابتة بيعملوها حاقتين ياما الكورنر بيبقى شورت كورنر ياما في نص الملعب رقم 28 اسمه زون جوبران اه يحي جوبران هو اللي جاب الجول في سانداون ومن ست اهداف دول الوداد احرز اربع اهداف من كر سابتة وجولين تانين من ركلات جزائي على فكرة انا قلنا الكلام دليل اتناتش سانداون مع الكرات الإسلام انه ما بيتميزوش غير بالكرات السابتة وفعلا الراجل ياما بيعاب على القريبة يعني بتتعب على الواحد على القريبة ياما بتتلعب على شورت كورنر وبيعملها بدماغ واللي جاء من وراء يغير التجاه واما فيه في وسط الملعب يبقى واقف في التلت بره 18 14 يارض ومجرد ما بتترفع ما بيقاش مراقب بيروح قاطع وطالع ومالعبانه فطبعا كل الأمور دي كلها بتتلع صحية شهيفة وعرفة لو لقدر الله اتعقدت الأمور وطولت شوية ايه الأوراق الربحة اللي رأنا عليها كابتن عادل طايمة انها تملك حلول او تغير من سيناريو المباراة اهم الأوراق دي بفضل الله اللي انا متأكد منه ان شاء الله ان شاء الله اكيد طبعا اللي انا متأكد منه ان الأمورش ما تتعع بيبقى حطت قدق يعني في دماغه انه يبقى فيه كارت واثنين وثلاثة يقدروا يغيروا يقدروا ينزلوا يعني يصنعوا فارق فيه تغييرات فيه تغييرات هي هجومية يعني مثلا طاهر انت كزبان اثنين ثلاثة وبعدين بيرتستاو الجانب الدفاع بتاعه قل شوية انا بطفع بطاهر طاهر هيعمل ايه قوي بيطع كويس بيدافع كويس او المطش فيه اثنين ثلاثة كابتن عادل النهاردة اهتماما بإذن الله تعالى ايه ايه النتيجة اللي ممكن تقول معها انه يعني المواجهة حسمت مفيش في الكرة حاجة اسمها حسمت لكن في حاجة اسمها انت مركز كويس كان انت لما كسبت الترجي في تونس ثلاثة كان عندك شك ان المواجهة حسمت لا صح لأ انا بردو متوقف متوقف على اللعيبة وما ده جديتهم وهل هما والجهاز الفني جهاز الفني ده كان يعني لاغي التلاثة جوية اللي انت جايبهم ايه لاغيهم لانك انت هديك بتشوف برسلونة والمانسكي افاهم طبعا الكرة مفاش مستحيل افاهم طبعا اه برسلونة طالع عبل كده من روما وطالع من ليفربول ماليه وبرسلونة طالع بي اش جي بعد ما كان خسران خمسة اللي انا بتمنى يعني شايفي ان نتيجة لن تحسم اي ان كانت نتيجة مباراة النهاردة لن تحسم الا في مباراة العادة في الدراء البيضاء بس بيبقى فيه فرق انك انت ان شاء الله باذن الله تعالى ولادنا مركزين وبنفس الطريقة اللي احنا نلعب بيها وصرعة الارتداد والالتحمات بشراسة والهدوء هيحاول يستفزك اوعى تستفزه او هو تددي له فرصة ان هو يستفزك مش هيحصل باذن الله تعالى اللي انا بتمنى ان شاء الله درجة تركزنا في المباراة ومدى استعابنا لفكر الراجل اللي احنا بننفزه نمر واحد ونمر اثنين ونمر ثلاثة توفير ربنا طيب بمناسبة الجزية دي خلينا اقولك انه اكتب نقاط اللي ممكن يعني انا ما قبلتش نهائي قبل كده للاهلي في دوري ابطال وشفت الجماهير واثقة ومتطمنة بالشكل اللي شفته المرة دي نتمنى ان شاء الله ده يكون نزير خير يعني لكن يمكن نقطة الوحيدة متطمنين قوي المرسال كولر متطمنين قوي اللي عبتهم متطمنين قوي المستوى اللي قدمته الفرق السيزن ده بشكل عام والفترة الاخيرة كمان بشكل خاص النقطة الوحيدة اللي ممكن تبقى مصدر قال بالنسبة للجماهير هي مش عايزة اقول عيات ظاهرة عشان ما يعني ما تكبرهاش قوي لانه الاهلي يفعال هجوميا على مستوى دوري الابطال وعلى مستوى الدوري المحلي لكن في النهاية ويمكن كولر نفسه علق الجزادي وقال لك اهدار الفرص السهلة احنا صحيح بنسجل وما بنستقبلش لكن معدل تسجلنا معدل يعني قدرتنا ان احنا نخلق فرص في مقارنته مع معدل لتحويل الفرص دي الاهداف احنا عندنا مشكلة في استغلال الفرص هل تعتقد انه النهاردة مع اهمية المباراة اهمية البطولة نقدر نتعامل مع انصاف الفرص وازاي نستغل كل الفرص اللي تتاح لنا مع نضرتها اتوقع انها ما تكونش في المؤتمر الصحفي الاخراني ما تشل اللي فات لما اتكلم على احد المدافعين بتوعنا انه وحيانا بيزود فقال ايه بكرة الحتة التانية وهي اضاعة الفرص واضاعة الفرص دي اما فيها نوع من يعني اندفاع شوية او حمس زيادة او انا نيه هو العيب كورة ومدرب كبير ففاهم كويس قوي ان اللعيب لو ادهل زميله هتبقى مية في المية جول هو خمسة وتسعين لا مية المية زميلة فالحتة دي اعتقد الليحة بلاش لايحة يعني اي حد في الدنيا لابس شرط النادل اهلي نمرى واحد ونمرى مليون النادل اهلي فانيلة النادل اهلي وانتصار النادل اهلي مش هيتقال ان فلان عادل جاب جول صحيح هيتقال ان النادل اهلي كسب بطولة افريقيا صحيح دون مرة تانية بأكد على دول الجمهور النهاردة اللي بالتأكيد هيقوم بدوله الطبيعي والتاريخي في مساندة الفريق وهيكون النهاردة اللاعب رقم واحد واذن الله دعم وده يجيب نتيجة ايجابية مع الفريق بنستنى المطشط دي من وقت للتاني والدول التاني هو مسئولية مرة تانية الصورة النهاردة هتؤكد على عودة الجماهير مرة تانية للمدرجات بشكل طبيعي نتمنى ان شاء الله تكون تجربة نكحة وكل التوفيق للأهلي النهاردة في مواجهة الوداد يفرح جماهيره في كل مكان بشكرك كابتن عاد لنوارة الدنيا شكرا سؤالي الأخير سريعا جدا هتفرج على المطش فين في النادي ولا في البيت تستمتع بيه إن شاء الله بإذن الله ونبارك ونهاني إن شاء الله بإذن الله بشكركم على المتابعة بعد دقايق بسيطة جدا هتقابله الزميل عزيز كابتن آيمن شاوي مع ضيوفه في السوديو التحليلي ما قبل المباراة كل الكواليس كل الأخبار والمتابعات هتكون معنا دايما على شاشة الأهلي بشكركم على المتابعة والتحيات لكم